هذا جميل أيضا في لغة الأرقام من دكتور فهد نشرتم 146 أسميته بالموجز السياسي صحيح أو لا تسموه موجز السياسي تعتمدون أن تسمي الأجنبية الإجليزية ثم ترجموها العربي صحيح هذا هو عشان كذا تطلعت عندكم شارك فيه تقريبا أكثر من 600 باحث يمثلون 450 مؤسسة دولية من أكثر من 60 دولة ما هي طبيعة هذه الأبحاث التي قدمت وش نسبة حضورنا أيضا كسعوديين فيها طبعا بالنسبة للجزء الأول من السؤال أعتقد يعني وديوح التعاقب على دكتور كلام الدكتور عبد الرحمن مجموعات تواصل دورها أيضا أنها تضم جميع الدول الأخرى خارج مجموعات العشرين يعني ذكرت تقريبا حوالي 55 أو 60 دولة الباحثين يمثلون 55 إلى 60 دولة في مجموعة تواصل الفكر وهذا أيضا نفسه في مجموعات تواصل الفكر للتواصل المجموعات التواصل الأخرى أعتقد يعني ممكن تسمية مجموعات التواصل هي خارج مجموعة العشرين لهم حضور فيها المجموعات ولهم مشاركات فاعلة في التوصيات التي في نهاية المسار تسلم لأمانة مجموعة العشرين وهذا دور مهم ودور محوري في مشاركة مجموعات التواصل في هذه المنظومة الكاملة لمجموعة العشرين بالنسبة للمشاركات البحثية في الحقيقة السنة هذه تميزت بالرغم من الجائحة ولعله يمكن بسبب الجائحة تميزت بمشاركة كثير من المراكز البحثية على مستوى العالم وذلك بسبب الرغبة في العمل لإيجاد حلول لهذه الجائحة على حسب المسارات البحثية الـ 11 وأيضا وجدنا قبول من الجانب الحكومي في فرق العمل حضورهم في اللقاءات والاستماع للتوصيات في مجموعة التواصل كان إيجابي صراحة في سنة استضافة المملكة لها بالنسبة للمشاركة البحثية من المملكة العربية السعودية صراحة كانت مشاركة إيجابية جدا تفوق جميع المستويات المشاركات البحثية السابقة كانت في اليابان أو في الأرجنتين في اليابان أعتقد كان مشارك باحث فقط في مسار المجموعات التواصل للفكر في السنة الحالية من الـ 650 باحث التي شاركوا في كتابة البحوث كانت تقريبا حوالي 128 باحث من المملكة العربية 128 كانت السعودية الدولة الثانية في عدد الباحثين ومشاركين الدولة الأولى كانت الولايات المتحدة الأمريكية بـ 129 باحث الدولة الثالثة هي ألمانيا بعدد باحثين أربعين فقط ففيه فرق كبير وهذا صراحة يعكس الدورة الإيجابي لمراكز البحث في المملكة العربية السعودية إن كانت تابعة للجامعات أو كانت مستقبل ماذا مصير هذه البحوث؟ طبعا البحوث تم تلخيصها في البيان الختامي وتسليمها كتوصيات أساسية البحوث ستستمر على مدى السنوات القادمة كمرجع أساسي للتوصيات التي تم طرحها في سنة رئاسة المملكة يعني الآن في نهاية الشهر هذا سوف يتم تسليم قيادة المجموعة التواصل الفكر إلى إيطاليا سوف يستمر العودة لتوصيات المملكة والبحوث التي تم كتابتها ويستمر مشاركة أيضا كثير من الباحثين الذين شاركوا في البحوث في السنة هذه مع إيطاليا في السنة القادمة وأيضا مع الهند في السنة الأخرى حكم رئاسك للمجموعة هذه تحديدا متفاجئ من الرقم هذا؟ والله يعني بداية السنة كان المفروض يكون أعلى من الرقم هذا لكن بسبب الجائحة كثير من البحوث تأخرت عن التاريخ المحدد لكن أنا في المجال البحثي أنا أعمل في مركز الملك عبدالله وهو واحد من المراكز البحثية في المملكة والمكلف مع مركز الملك فيصل للبحوث ودراسات الإسلامية بقيادة مجموعة تواصل الفكر والحقيقة يعني ليشوفه في مركز الملك عبدالله في البحوث وفي مركز الملك فيصل أداء جيد ورائع وينم عن قدرة لتقديم توصيات ليس فقط لمواضيع ملحة محلية ولكن أيضا مواضيع دولية نعم هذا غيراشكم تقطفون أثماره الآن